السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى أقول لك إزاي تسيطر على قرينك وإنت اللي تتحكم فيه ويكون خاضع لجميع ما تأمره به ولا هو من يأمره أول شيء اعمل كف إيدك كده عملت كف إيدك كده انظر إلى كف إيدك الآن أنا مش عايزك أنك أنت تتكى على صابعك خلي صابعك مرخية تماما ثم بعد ذلك قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قل لحول ولا قوة إلا بالله وصمت لمدة عشر ثواني بالضبط اسمح لي إن أنا أقرأ آية واحدة بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير بص الآن لصبعك هتلاقي صبعك ده اتفتح كده صبعك اتفتح هتديك علامة تانية هتبص تلاقي حركة لا إراضية حصلت في الصبع الآن وكأن فيه رعشة وتنميل في ساعد اليد البعض ربما يقول لك إن ده عبارة عن أعصاب أو ربما إن هي حركة لا إراضية حولك يا أخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم وضح في أكتر من حديث إن الشيطان يجر من ابن آدم مجرى العين فأنت عايز تقنعني بإيه تقنعني إن الشيطان مش موجود داخل جسمي ولا داخل جسمك كل شخص بيسمعني الآن بداخله شيطان وبداخله ملك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد فيما معناه من أبناء آدم إلا وكل به قرين من الملائكة وقرين من الشياطين قرين الملائكة يرقيك وهو الذي يرتقي بك في درجات الرؤية والبصيرة وهو الذي يرتقي في عالم الغيب حتى يصل إلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى ويكون مع من حول العرش ويجعلك في مقعد صدق عند الكريم جل وعلا أما قرين الشياطين هو اللي بيسحبك وبيحاول أنه يخذك من عالم النور وعالم الأنوار الإلهية إلى عالم الظلام وإن شيء فأقول مين هو عالم الظلام هو عالم إبليس وربنا سبحانه وتعالى وضح دفء أكتر من آية قرآنية أنا عايز أقولك على حاجة ممكن أن الإنسان يسيطر على قرينه ويجعل القرين بتاعه مع مين لا يرى شيء نهائيا ولا يستطيع القرين أنه يوصل للي أنت بتفكر فيه أو للي أنت عايز أنك أنت توصله يا سيد الكريم إحنا بداخلنا أشياء كتير جدا أنا عايز أسألك سؤال الجسم اللي قدامك ده ما هو إلا مركب المركب ده موجود فيه يعني أشخاص كتير جدا بيسقوه أول حاجة موجود فيه النفس تعرف تقول ليه هي النفس وموجود فيه الروح إيه ما هي تروح في الجسد وموجود فيه قرين الملائكة وموجود فيه قرين الجن فيه البعض بيتغلب على النفس ويتغلب على قرين الشياطين فيبقى قرين الملائكة فيصبح هذا الشخص ملائكي فيرى بنور الله جل وعلا ويرى من فتحات الله جل وعلا الكثير جدا والبعض الآخر ينتقل من قرين الملائكة إلى الروح وهذا فناء النفس فلا يبقى شيء في الوجود سوى الله جل وعلا وهذا ما يسمى بوحدة الشهود ووحدة الشهود أنك ترى كل من في الكون هو الله وكل من تتعامل معه هو الله وتسمى هنا في اللحظة هذه أنك أنت مجزوب أو بمعنى صح أنت مش موجود في عالم الشهادة اللي احنا موجودين فيه وعالم الجذب ده عالم ما أجمله وما ألطفه ولا يصل إليه إلا من كان حسن الخلق فعشان كده كل من وصل لهذا العالم حسنت أخلاقه مع الجميع لأنه يعلم مع من يتعامل ومع من يتكلم ومع من يتحدث وكل إنسان يستطيع أن يسيطر على القرين بتاعه لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَاهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ثم أن أنا أعز أقول لك على شيء هو المتقي ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه تجنب الشيطان فمعنى كده أنه تغلب على القرين بتاعه قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان طائف من الشيطان يعني بمعنى صح أنه مش الشيطان اللي موجود معاه ده شيطين جات من عندي إبليس عشان تحربك أو عشان تخرجك من طاعة ربنا سبحانه وتعالى فالطائف بتاع الشيطان ده مجرد نيجي قرب منك الله عز وجل وليه تذكروا فإذا هم مبصرون يعني يروا عالم الحقيقة يروا عالم الشهادة عشان كده المتقين ربنا سبحانه وتعالى معهم عارف ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى امتحن الجلوب بتاعهم للتقوى عشان كده كل شخص بيسمعني الآن أنت ما شفتش في منامك قبل كده أنك أنت تختبر في المنام وأنك أنت مش عارف أنك أنت تحل الأسئلة اللي تعرض عليك وأن كل الأسئلة خايف أن الوقت يمضي وما أنتش قادر أنك أنت تحلها وأحيانا أنت بصد تلاقي نفسك أنك أنت بتحل الأسئلة ومختر بنفسك ثم بعد ذلك تأتي الانتكاسة لأنك أنت اعتزد بنفسك ولم تعتصم بالله جل وعلا فكل رؤى الاختبارات اللي أنت بتشوفها في منامك معناته أنك أنت بتنتقل بتنتقل في مرحلة التقوى والتي هي الرفع أن ربنا سبحانه وتعالى بيرفع بدرجات ثم بعد ذلك تنتقل بعد ذلك إلى مرحلة الإحسان وفي مرحلة الإحسان دي لا ترى شيئا سوى الله ترى كل ما في الوجود هو الله تتعامل مع كل شخص بي جابلك أنه هو جند مرسول لك من الله جل وعلا والله عز وجل معك ويراك فكأنك ترى الله جل وعلا فشوف كده لو في إنسان كلف بمسألة وده اللي ذكره الإمام الترمزي في كتاب رياضة النفس لو كل مثلا أن في ملك من الملوك أراد هذا الملك أنه هو يصنع ثوب لنفسه فراح لشخص من اللي بيعده الخياطة وجلس مع هذا الشخص وجلس أمام الشخص فالشخص ده عمال يعمل اللبس بتاع الملك بآيه بأجمل الحرف وعمال يعمله بإتقانه وبسرعة فضيعة جدا ليه؟ لأنه شايف أن الملك موجود معه وبيراه ثم بعد ذلك يقول الإمام الترمزي أن الصنف الثاني أنه هو شخص كلفه الملك عن طريق الوزير أنه هو يصنع ثوب للملك فهو بيصنع الثوب ولكن ليس بدرجة التركيز والخوف والرهبة اللي بيكون الملك موجود معه فيه لأن الملك ما بيشفهوش بس هو مقتنع أن في الأخير أن الصوب ده حيوصل للملك فلازم أنه يتكنه ويحسنه والشخص الثالث شخص كلفه الملك أنه يصنع ثوب لحد من الرعية فهو مهمل في صناعة الثوب لكن هو بيبتغي الأجر كذلك العباد العبد الأول اللي هو العبد المحسن يرى أن الله عز وجل معه المطلع عليه فيتقن في العمل ودولة اللي بيكونوا في ظلال عرش الرحمن جل وعلا دول اللي هما بيتلقوا الأوامر من الله جل وعلا مباشرة فيستشعر بوجود الله معه في كل فعل والله عز وجل هو من يسير له حياته وده صنف جميل جدا بيسمى المحسنين أما عن الصنف الثاني من الصنوف وهو الشخص اللي هو بيعد الحرفة وعرف أنه في الأخير أن الملك حيطلع على الحرفة بتاعته دي فده العبد المؤمن بيستنع الأجر يوم القيامة أما العبد المحسن هو اللي موجود في الآخرة في الدنيا قبل أن ينتقل لها لأنه عارف في الأخير أنه موجود مع كتاب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة أن الكتاب بتاعه وعمال بيقرأ فيه فالمبصر بيشوف أنه بيتحاسب 24 ساعة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أثنى على يعقوب وعلى إسحاق وعلى أبيهم إبراهيم وأبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قول الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار يعني أن هم دايما 24 ساعة عايشين في الآخرة يتذكروا الآخرة ويتدبروا في أمورها وأحوالها فعشان كده هم كانوا في الآخرة ما كانوش في الدنيا والمحسنين بيكونوا في الآخرة مش في الدنيا فكل إنسان ينتقل لدرجة الإحسان بيتغلب على قرينه والقرين بتاعه ما يقدرش أنه يسيطر عليه أنت حتسيطر على قرينك إزاي أولا بالصلوات المفروضة ثم بعد ذلك بذكر الله جل وعلا وبقرأة هذه الصورة المباركة صورة قاف ولا أعزك وإنت بتقرأ الصورة دية تحاول أنك أنت تتذكر أنك أنت في حرب مع القرين وأنك أنت عمال بتتكلم مع القرين بتاعك وأنك أنت بتجهده وأنك أنت في جهات دائم مع قرينك ثم وإنت بتتلو الأيات دية تتقرب بها إلى الله جل وعلا حينما تأتي قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمتوا إليكم بالوعيد كأنك أنت اللي بتناقش القرين بتاعك ثم بعد ذلك تجلس كأنك يعني تنظر إلى الله جل وعلا وإلى عرش الرحمن سبحانه وتعالى وتحاول أنك أنت تفترغ من الماديات ثم بعد ذلك تصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو معك ما بيمفكش عنك النبي صلى الله عليه وسلم معنا 24 ساعة لا ينفك عننا تعرض علي أعمالكم هذا حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم لا ينكره إلا جاهل من الجهال ثم بعد ذلك تحاول أنك أنت تنتقل إلى عالم البصيرة عالم البصيرة اللي هو أي إن أنا أذكر الله جل وعلا في نفسي ربع ساعة من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي هل في أدلة من القرآن الكريم على ذكر الإنسان لله جل وعلا في نفسه قال الله عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا يعني أذكر الله عز وجل جواك ما تخليش أي حد يتطلع لا الملايكة ولا الكتبة على اللي أنت بتقوله لله جل وعلا اجعل لنفسك ورد من الأوراب ديت ستفتح لك أبواب المعرفة ثم بعد ذلك تقول اللهم انصرني على قريني ثم بعد ذلك إن كل ما تسمع صوت بذكرت بأي موقف من المواقف اللي دارت في حياتك أو بتحصل معاك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنت بالله وحده وكفرت بالجيب والطاغوت حسبي الله ونعم الوكيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم كلها سبع مرات فقد قال أبو زر من قالها كان صادقا أو كاذبا أو مش متذكر أبو الدرداء اللي روى الحديث من قال هذا الحديث صادقا أو كاذبا أنجهه الله عز وجل من كل المهالك ومن كل الأضرار ومن كل الضغائم صورة قاف سبع مرات لمدة سبعة أيام ثم ذكر الله جل وعلا نص ساعة في سرك والصلاة والأسكار ثم إن كل صوت تسمعه بأمورك بشيء صلى على النبي وقول اللهم إني يستغفرك من هذا الذنب بكل فكر بتفكر فيه صلى على النبي وقول اللهم إني يستغفرك من هذا الذنب مما لا شك فيه ستنتصر على قريرك اذكرني آخي الكريم كيف تغلبت على قريرك في التعليجات وشارك المقطع ده لأصحابك واصدقائك فده لعلى خيرك يا فعلي دمتم فد في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته